بينما ينتظر لبنان كما المنتشرون لإعادة فتح مطار بيروت الدولي بعد الأقفال القصري بسبب كورونا وفي ظل الحاجة الملحة لإدخال الأموال الجديدة أو ما يعرف بالفراشماني بالعملات الصعبة نتيجة حصار الدولار حصار من نوع آخر لمنع المنتشرين من العودة في خبرية على الجروبيات تتداول وعلى السوشال ميديا أن المخترب الذي ينازل حامل أكثر من 2000 دولار يشلحون إيهن أمن الدولة أو أمن المطار وعم يعطوه الفرق على سعر التصريف 1500 أو 3000 أو عم يحجزولوا إيهن هو نازل فيت على لبنان مختربين كلهم تعرف يصار قريب ينزلوا أو هيك والكل يكونوا أخذين معهم مصاري يعرفوا لأنه في كتير ناس خايفين وعم بيصدقوا هالأمور السلاح شائعة كالعادة أما الشائعة فكلام ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفاده أنه يسمح للقادم إلى لبنان عبر مطار بيروت بإدخال 2000 دولار بالحد الأقصى أما المبالغ الأخرى فإما تحجز أو يتم تصريفها على سعر الصرف المتداول عبر الواتساب تسجيلات صوتية يتم تنقلها لبنانيون يسويقون للشائعة والله أنا جي من مطار جي من مائز 6000 صار التنبيش غير شكل كل شي بيقلك أنا نصرق أصر بدي يصرقوا حطولي 4000 تحت الرهن وعطوني 2000 بأيدي وصار بدي أسحبهم صار بدي معاملة وبوص 100 إيد و100 إجار و100 كذا يعني شو بدي أقلك حرام الوحدي فوت مو أكثر من 2000 دولار 3000 دولار يعني ما فيك حتى شو ما بدك قول شو ما بدك تعمل شو ما بدك تكون عم تشتري شو ما بدك كده تجديدات ما شفنا منه بحياته صورة أقوة من الأمريكان أقوة من الانتربول عصابات أخي عصابات عميشال الحمصوري من يسمع التسجيل يتوقف عند الهجة صاحبه ليثبت لديه أيضاً أن ما يسوق للشائعة لا يعرف حتى أن أمن الدولة لا سلطة له ولا انتشاراً في مطار بيروت وما يسوق لمثل هذه الشائعات عن غير معرفة إنما يحمل أهدافاً تتماهى مع أجندات خارجية تنفذ للبنان بين منع الدولار عنه وخنق شعبه لكن هل ما يسوق صحيح؟ الأوتيفي توجهت إلى الجهة المعنية أي المديرية العامة للجمارك التي أكدت أن لا تعديل قد طرأ على أي إجراء متبع بما يتعلق بنقل الأموال لبل أن القرار الرسمي المتعلق بنقل الأموال لا يزال سارياً من دون أي تعديل ما يعني أن كل فرد لبناني يدخل إلى مطار بيروت يمكنه أن يحمل مبلغ 15 ألف دولار نقدي من دون تصريح على أن يقدم تصريحاً عن كل مبلغ نقدي إضافي فوق 15 ألف دولار وفي هذه الحال لا تخضع الأموال فوق سقف 15 ألف دولار لأي قيود في إدخالها إلى لبنان إذا كان مصدرها شرعياً ولا شكوك حوله وفي حال العكس أي في حال وجود شكوك حول مصدر الأموال فهي تخضع للتحقيق من ضمن قانون مكافحة تبييد الأموال إذن لا قيود على إدخال لبناني الانتشار للأموال الجديدة مع إعادة تشغيل مطار بيروت ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن هدف الشائعات عن كمية الأموال الممكن إدخالها تارة وعن منع المنتشرين من الدخول إلى لبنان إلا لمرة واحدة سنوياً تارة أخرى وهو ما نفته مصادر أمنية للأو تي في مؤكدة أن لأي لبناني الحق بالدخول إلى بلده في أي وقت يريد فأي لبناني قد يرغب بزيادة الضغط على بلده والمساهمة في خنقه؟ ولصالح من يعمل؟ وهل هي غرفة عمليات واحدة تعطي توجهاتها لافتعال الشغب والتخريب عبر استغلال التحركات وتحيي المجموعات التكفيرية على ما سبق وأعلن وزير الداخلية وتعمل في الوقت نفسي لتخويف المنتشرين لمن عودتهم إلى لبنان؟